عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكانية اليوم اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية تناول سبل التعاون والتنسيق لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله والذي يقام بالشراكة بين المؤسسة العامة للرعاية السكانية ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاجتماع بحث التنسيق والتعاون والاستفادة من مدينة جنوب سعد العبدالله باعتبارها أول مدينة ذكية في الكويت وتحويلها إلى بيئة جاذبة ومركز عالمي في مجال تقنية المعلومات